موسيقى عقب لقائه بالقاهرة رئيس وزراء السودان السيسي يشدد على استراتيجية العلاقات المصرية السودانية إذا لم تتضافر الجهود ولم يبدي المجتمع الدولي ولم يحيد عن المعايير المزدوجة في تناول هذه القضية فسوف نظر نتضافر على إترى لقاء في باريس نزراءه في الأردن وفرنسا وألمانيا شكري يحذر من خطورة اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع عملية السلام بايدن يدين جرائم قراهية خبيثة يتعرض لها أمريكيون من أصول أسيوية منذ بدء جائحة كوفيد 19 موسيقى العشر صباحا بتوقيت القاهرة تمنا بتوقيت جرانيتش موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل أهلا بكم شدد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس القانغو ديمقراطية الرئيس فالكس تشيسكيدي الرئيس الحليل للاتحاد الإفريقي على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية قبل موسم الأمطار المقبل وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي على دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل ربعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي للتوسط في قضية سد النهضة الإثيوبي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه عبدالله حمدوق رئيس وزراء السودان على أن العلاقات الاستراتيجية المصرية السودانية نهج راصخ للسياسة المصرية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الدكتور عبدالله حمدوق رئيس وزراء الجمهورية السودانية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين في ضوء الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس إلى الخرطوم وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل وقد رحب السيد الرئيس بالدكتور حمدوق في القاهرة معربا سيادته عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقية وشعبي وادي ميل مؤكدا سيادته أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجا راسخا للسياسة المصرية خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به كما أكد السيد الرئيس دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنصيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين وترجمت الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يجعله نموذجا يحتذا به لباقي المنطقة من جانبه أشاد الدكتور حمدوك بالنتائج المثمرة للزيارة الأخيرة للسيد الرئيس إلى بلده الثاني السودان مؤكدا على الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصل الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقة للمنطقة العربية والقارة الأفريقية ومحور صوم الأمن الإقليمي بأسره مشيدا في هذا الصياق بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين خاصة ما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريب الكوادر السودانية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين كما تترق اللقاء كذلك إلى تبادل الرؤى بشأن مجمل القضايا الإقليمية في منطقتين القرن الأفريقي وحوض النيل حيث اطلع السيد الرئيس من الدكتور حمدوك على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية كما تم استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة حيث تم التوافق على تكثيف التنصيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل ربعية دولية للتوسط في تلك القضية بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وقبل موسم الأمطار القادم أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب لقائه في القاهرة نذيرها السودانية عبدالله حمدوق علن مصر والسودان يتمسكان بحقوقهم التاريخية في مياه نهر النيل دون الإدرار بمصالح التنمية في إسيوبيا بالتأكيد نؤكد على ثوابتنا في هذا الموضوع وهو الحفاظ على الحقوق التاريخية وطبعا يعني مصالح الدولتين بما لا يضر بمصالح أشقائنا في إسيوبيا وهذه هي كان دائما سياستنا وثوابتنا في هذا الملف نحن لسنا ضد التنمية في إسيوبيا بالعكس تماما نحن داعمين لها تماما ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين وإحنا طبعا يعني بنبدي قلقنا من يعني اعتزام أثيوبيا للمضي قدما في موضوع الملء للعام التاني لسد النهضة بدون التنسيق مع شعب مع الدولتين المصاب مصر والسودان من جانبه شدد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان على ضرورة استكمال ملء وتشغيل سد النهضة بالتوافق بين مصر والسودان وإسيوبيا نحن توافقت رؤانا تماما في أن هذا السد نود أن نصل فيه لتفاهم كما تفضلت أخي رئيس الوزراء يسمح بأن هذا السد يحقق طموحات ومصالح شعوب المنطقة من مصر والسودان وإسيوبيا لكننا بنفس القدر نعالج هذا الملف بحيث أنه ما يحصل فيه ضرر لأي واحد من البلدان الثلاث حذر وزير الخارجية سامح شكري عقب لقاءه في باريس نظراءه في الأردن وفرنسا وألمانيا من خطورة اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع عملية السلام بالشرق الأوسط إذا لم تتدافر الجهود ولم يبدي المجتمع الدولي ولم يحيد عن المعايير المزدوجة في تناول هذه القضية فسوف نظل نتدهور إلى أوضاع قد تؤتي بنتائج في غاية السلبية على استقرار البنطقة واستقرار العالم أجمل من جانبه قال جان إيف لودوريان وزير خارجية فرنسا إن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة لإرساء أساس للثقة قبل الدخول فأي مفاوضات مباشرة سوف نطلق اجتماعات مع كل الطرفين في إطار زمني مرتبط بالجدول الزمني الانتخابي كي نحدد معهما الخطوات التي يرون أنهم قادرين على اتخاذها لبناء ثقة متبادلة هذا ما وصلنا إليه إننا بحاجة لإرساء أساس للثقة في السياق المتصل قال أيمن السفدي وزير خارجية الأردن إن إسرائيل تغامر بحقوق منطقة الشرق الأوسط في السلام من أجل اعتبارات انتخابية هناك من يقامر بحق المنطقة وكل شعوبها في العيش بسلام من أجل اعتبارات انتخابية شعبوية وعبر إجراءات لا شرعية تقوض فرص تحقيق السلام وعبر استعراضات أيضا كما قلت تكتيكية شعبوية لا تقوض فرص فقط فرص العودة للمفاوضات وتحقيق السلام ولكن أيضا تقوض البيئة الإقليمية التي عملنا كلنا على أن نضمن أنها مواتية لتحقيق السلام وتدمر الثقة من جانبه قال هيكو ماس وزير خارجية ألمانيا إن قنوات الاتصال بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون مفتوحة دائما عملنا طوال العام الماضي لضمان إبقاء عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جدول الأعمال حتى عندما لم تكن هناك محادثات أو اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أجرينا محادثات مع كل الجانبين حتى دون أن يجتمع على نفس الطاولة وهذا دور مهم لهذا النسق ولا سوف يستمر في السياق المتصل قالت تقارير صحفية إن وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا اتفقوا على اقتراح اتخاذ سلسلة من الخطوات الصغيرة على الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة الثقة بينهم وتسهيل عودتهم إلى طاولة المفاوضات وعرب وزراء الخارجية الأربعة عن استعدادهم العمل بشكل وثيق مع المجموعة الربعية المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق تقدم في اتجاه إحلال السلام بالشرق الأوسط قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة تأجلت بسبب سوء تفاهم بشأن ترتيبات الصفر عبر أجواء الأردن للأسف زيارة للإمارات لم تتم بسبب سوء فاهم بخصوص تنسيق رحلاتنا والحادث الذي وقع في المسجد الأقصى استغرق الأمر ساعات عديدة لترتيب الأمور مع الأردن ويمكننا الطيران أستطيع أن أطير في أجواء الأردن لكن الوقت الذي استغرقه تنسيق ترتيبات الصفر جعل أمر الزيارة غير ممكن في مدينة الخليل بالضفط الغربية المحتلة اعتقل غنود إسرائيليون خمسة أطفال فلسطينيين لمدة ساعات تحت مزاعم اقتحام بؤرة استيطانية في استمرار لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام وثلاثة عشر عاما لمدة ساعات من تجمع الركيز في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة جنود الاحتلال المدججون بترسانة من الأسلحة الحريثة شهدوا وهم يجذبون الأطفال بقوة وكان الأطفال يجمعون نباتات بالقرب من موقع استيطاني حين خرج عليهم مستوطنان ملثمان من خلف الأشجار واقتدوهم إلى جنود الاحتلال كان خمسة أطفال فلسطينيين يجنون نوعا من الخرشوف البري وذهبوا إلى جوار موقع استيطاني معروف بعنف قاطني في هافات ماءون واقتدهم مستوطنون استولوا على معداتهم حيث استدعوا لهم الجيش كي يقبض عليهم وهو ما حدث تم اقتيادهم إلى منشأة شرطية احتجزوا فيها لمدة ثلاث ساعات بدون أن يصحبهم شخص راشد وبدون آبائهم وتم استدعاء اثنين منهم للاستجواب الأسبوع المقبل والآخرون وهم تحت سن الثانية عشرة تحت سن المسئولية الجنائية حتى وفقا للقانون الإسرائيلي قوات الاحتلال احتجزت الأطفال لساعات وطلبت من أكبر اثنين وعمره مثل عشر عاما وثلاثة عشر عاما أن يعود مرة ثانية في الأسبوع المقبل من أجل استجوابهم مرة أخرى هذا مثال آخر على عدم الاكتراث التام والفعلي من جانب السلطات والقوات الإسرائيلية لسلامة وحقوق الفلسطينيين بغض النظر عن سنهم أو ضعفهم فأصغر طفل في المجموعة التي وقعت ضحية هذا الحادث عمره ثماني ثانوات جيش الاحتلال حاول التسطر على جريمته وقدم رواية مخالفة قائلا أنه اعتقل عدد من المشتبه بهم على حد وصفه بعد أن تسللوا إلى أحد البيوت الخاصة وتم ترحلهم إلى نقطة شرطة إسرائيلية حيث تم تسلمهم إلى أولياء أمورهم الموقع الاستيطاني هفات ماؤن الذي تم اعتقال الأطفال بالقرب منه هو واحد من عشرات المواقع الاستيطانية التي تم تشيدها دون تصريح من حكومة الاحتلال بالإضافة إلى 130 بؤرة استيطانية أخرى مصرح بها من الاحتلال وترصد مصادر إسرائيلية زيادة في عنف المستوطنين في الشهور الأخيرة وتقول إن الجيش الإسرائيلي غالبا ما يتغاضى عن هذه الجرعة قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تابون حدد الثاني عشر من شهر يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في إطار إصلاحات سياسية وعد بها بعد احتجاجات عامة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة حدد رئيس الجزائري عبد المجيد تابون الثاني عشر من يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد حل المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري كان تابون قد حل في الحادي والعشرين من فبراير الماضي المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية ولايته في عام الفين واثنين وعشرين تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة ونص الدستور الجزائري على تنظيم الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من حل المجلس لكن في حال تعذر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى تابون أصدر أيضا قانون الانتخابات الجديد حيث يملك الرئيس صلاحيات السلطة التشريعية بعد حل الغرفة الأولى للبرلمان وكرس القانون لأول مرة المناصفة في عدد المترشحين بين الرجال والنساء في قوائم الانتخابات التشريعية علما لأن ثلث أعضاء مجلس النواب السابق كان من النساء طبقا لنظام الحصص كما يفرض القانون على الأحزاب والقوائم المستقلة أن يكون نصف مرشحيها من الشباب وأن يحمل ثلث المرشحين في كل قائمة شهادات جامعية وطبقا للدستور الجديد بعد التعديلات التي اقترحها تبون وأقرت في استفتاء شعبي سيعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية لأول مرة ويمكن أن تكون الأغلبية البرلمانية رئاسية فتطبق برنامج رئيس الدولة أو تكون من المعارضة فتعد الحكومة برنامجها الخاصة بها كما جاء في الدستور وقال تبون أن اعتماد نظام القائمة المفتوحة سينهي الفساد السياسي الذي طال الانتخابات السابقة والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الوحدة حسب رغبته بخلاف القائمة المعلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف فيه وتراهن السلطة في الجزائر على الانتخابات المبكرة من أجل إرساء مؤسسات منتخبة جديدة تكرس المصارى السياسي الذي شرعت فيه منذ تنحية بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي والانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة ستكون سابع انتخابات نيابية تعددية في الجزائر بعد انتخابات عام 1991 التي ألغيت نتائجها وانتخابات الأعوام 1997-2002-2007-2012-2017 في العاصمة الأمريكية واشنطن أدنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موصفه بجرائم كراهية خبيثة يتعرض لها مواطنون المنحدرون من أصول أسيوية منذ بدء جائحة كوفيد-19 في كثير من الأحيان انقلبنا ضد بعضنا البعض بدلا من إنقاذ أرواحنا كنا نعمل ضد الآخر هناك جرائم كراهية خبيثة تستهدف أمريكيين من أصول أسيوية تعرضوا لهجامات ومضايقات وانقي اللوم عليهم وجعلوا كبش فداء بسبب الفيروس هؤلاء الأمريكيون كان من بينهم من وقف في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء هذا خطر هذه ليست أمريكا يجب أن يتوقف كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن خطة تحفيز الاقتصادية التي وقعها تستهدف إعادة بناء العمود الفقري لبلاده وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته للتحفيز الاقتصادي والتي تبلغ قيمتها تريليون وتسعمائة مليار دولار ورغم معارضة الجمهوريين الذين اعتبروا أن تكلفة حزمة تحفيز الاقتصاد باهظة وغير محددة في أهدافها تبنت ديمقراطيون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس نواب الخطة التي تعادل قيمتها النتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بايدن أشد بمواصفه بأنه انتصار تاريخي للأمريكيين مبديا استعداده للدفاع عن هذه الخطة وبعد موافقة الكونغرس سينتظر الملايين من مواطن الولايات المتحدة تلقي شيكات مساعدة مباشرة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 400 مليار دولار الخطة أيضا تمنح إعانات البطالة الاستثنائية التي كان من المقارر أن ينتهي توزيعها في الرابع عشر من مارس لتمتد حتى سبتمبر الخطة خصصت كذلك مبلغ 126 مليار دولار للمدارس لدعم إعادة فتحها رغم استمرار تفشي الجائحة وكذلك 350 مليار دولار لصالح الولايات والمجتمعات المحلية ودعما لحملة التطعيم التي تسير على قدم وساق أعلن البيت الأبيض عن رغبته في شراء 100 مليون جرعة إضافية من شركة جونسنان جونسن وهما سيضاعف عدد الجرعات التي طلبتها الولايات المتحدة في الوقت الحالي قدمت الولايات المتحدة طلبات لتلقي جرعات كافية بحلول نهاية مايو لتلقيح جميع البالغين الأمريكيين ذلك بفضل لقاحين آخرين مصرحين بهما في البلاد هما فايزر بايونتيك وموديرنا الذين طلبت حكومة الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من كل منهما وفي تسجيل مصور بعنوان الأمر يعتمد عليك دعا الرؤساء السابقون جيمي كارتر وجورج دابلي بوش وبيل كرينتون وباراك أوباما دعوا كميع المواطنين الأمريكيين لتلقي اللقاح باعتباره خط الدفاع الرئيسي للوقاية من الجائحة قالت جان ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن تنصيق بين بلادها وإسرائيل بخصوص إيران أمر مهم للغاية إنه لأمر مهم لرئيس بايدن وللإدارة الأمريكية ونحن نتطلع الانتهاج الدبلوماسية وتحرك قدما في مصار دبلوماسي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي أن نواصل إطلاع إسرائيل بشكل منتظم على مجريات الأمور بوصفها شريكا وهذا الأمر انتبق على الاتفاق النووي حين كان يتم التفاوض بشأنه وتطبيقه وبالقطع سننتهج الأمر ذاته إذا سرنا قدما في هذا المصار الدبلوماسي وقالت جان ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الدبلوماسية هي أفضل مصار لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني نحن وضحونا تمام الوضوح حين نقول إننا نرى أن أفضل مصار للمضي قدما هو المصار الدبلوماسي ولهذا السبب نحن نتعاون مع شركائنا الأوروبيين لنرى ما هو ممكن على هذا الصعيد ونعتقد أيضا أن هناك فرصة لتوسيع الاتفاق النووي والعمل من أجل معالجة الشواغل الأخرى في المنطقة لكن بالطبع نحن مدركون تماما للمخاوف التي عبرت عنها إسرائيل وهذه واحدة من الأسباب التي تجعلنا ننخرطهم معها بشكل وطيد في هذه المسألة وغيرها من القضايا الأخرى العديدة وختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العنوين عقب لقاءه بالقاهرة رئيس وزراء السودان السيسي يشدد على استراتيجية العلاقات المصرية السودانية إذا لم تتداقر الوهود ولم يبضي المجتمع الدولي ولم يحيد عن المعايير المزدوجة في تناول هذه القضية فسوف نظر نتدهور على إطراء لقاءه في باريس نظراءه في الأردن وفرنسا وعلمانيا شكري يحذر من خطورة اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع عملية السلام بايدن يدين جرائم أكراهية خبيثة يتعرض لها أمريكيون من أصول أسيوية منذ بدء جائحة كافا التسعة عشر شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء